فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة نعم ومن جملة ما نهان الله عنه من التشبه بالكفار تشبه بأهل الكتاب من جملة ذلك تفرقهم فإنهم تفرقوا افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على إثنتين وسبعين فرقة بسبب اتباع الأهوأ وما كان لهم أن يفترقوا لو تمسكوا بكتاب الله التوراة والإنجيل لكانوا صفا واحدا فهم افترقوا تبعا لأهوائهم فالله ينهى هذه الأمة أن تتشبه بهم في التفرق والاختلاف وترك ما أنزل الله عليهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأنتم قد جاءتكم البينات وهو القرآن الكريم والسنة النبوية فلا تتفرقوا حسب الأهوأ والرغبات والعصبيات وإنما تكونون أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والله جل وعلا يريد لنا الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالتفرق والاختلاف شر ولكن مع هذا مع نهي الله عن التفرق وعن مخالفة اليهود والنصارى في تفرقهم فإنه حصل في هذه الأمة تفرق واختلاف لكن بعد ما بلغتهم الحجة وقامت عليهم البينة فلا عذر لمن تفرق وخالف فإن هذا عن هواء والتفرق إذا كان عن هواء فإنه لا عبرة به فهذا هو السر في إرادة المصنف رحمه الله لهذه الآيات لأن الكتاب موضوع كله في النهي عن التشبه باليهود والنصارى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ومن جملة ذلك التفرق فإنهم تفرقوا في دينهم فالله نهى هذه الأمة أن تتفرق في دينها وأمرها أن تكون أمة واحدة على كتاب الله والذي يعصم من التفرق هو التمسك بكتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا فمن اعتصم بحبل الله فلن يتفرق وإنما يتفرق من خالف حبل الله سبحانه وتعالى كما حصل لليهود والنصارى أنهم لما خالفوا كتاب الله تفرقوا كذلك من ظل من هذه الأمة فإن تفرقه وظلاله إنما هو بمخالفة الكتاب والسنة وأما من اعتصم بالكتاب والسنة فإنهم لا يتفرقون أبداً بل يكونون جماعة واحدة نعم سياكم الله خير العدد المذكور في الفرق الشيخ 71 و 72 و 73 مقصود من التحديد أو ليس التحديد ليس المقصود التحديد فالفرق أكثر من هذا ولكن يقول العلماء هذه أصول الفرق هذه الأعداد هي أصول الفرق وتشعبت وتفرقت إلى فرق أخرى